بس سويني يا دكتور يا زكرا حاجة يعني هي راهنت على الكلام ده هو الناس لما بتراهن بتكسب ولا بتخسر لا ما حسب الشخص اللي أنا برأت في التغيير يعني لأنا غير بنا آدم يعني ده بيشار مخدرات أنا هقيره عشان بيحبني أنا أقوى من مخدرات ده مش عارفة بيعمل ايه لا ده أنا هغيره وده بيقعد في القهوة مع صحابه ده هيتمنى ييجي لبيته أنا قاعدة فيه اللي بيراهن على التغيير ده بيخسر ولا بيكسر بيخسر ليه بقى؟ ليه؟ لأن الشخص من نفسه لو مش عايز يتغير مش هيتغير ولا ما حدش بيتغير زي ما بيقوله ما أنا بقولك هو لو انت لو الشخص ده مش عايز يتغير عمره ما هيتغير أنا براهن على إيه براهن على حاجات براهن على حد نصاب لا ده أنا خسرا طبعا ليه طب ما هو ممكن معايا الدنيا الأشية تبقى معدن والفلوس لا ما فيش الكلام ده أصلا فيه حاجة تش ياخد بالك منها أصلا النصب ده بقى جزء مهم جدا من طباعه هو بينصب هو صغير أصلا ولما جي تجوزها بيكمل مسلسل النصب وهو كان داخل وشاف انه معاه فلوس وعايز يسيطر على الفلوس دي بس بترى يقولك ايه طب تعالي انت جوز طب عارف من انه معا فلوس؟ هو باين عليها طبعا وباحدة بتشتغل باين عليها أنا بحوش نجيبها أكيد طبعا مستوها الاجتماعي كويس وباين عليها ولما عاد يتكلم معاها ابتدى يعرف انها بتدبق ومعاها فلوس وكاد شغالها في مكان كويس انه هو سواء ابتدى يوجهها انه هو يجيب منها فلوس هو النصب ده ممكن ينصب على أم بنته او على مراته او على أهل بيته؟ ينصب على نفسه يعني ازاي النصب؟ بالله ما بهرج هي مالهاش علاقة بأم بنته ولا بتاعه هو كان متجوز الشخصية دي من أجل مصلحة يا سالي عايز مصلحة عارف ان هي ممكن يكون معاها فلوس بتشتغل وتاعه ما عرفش ايه وفيه ناس كتير بتعمل كده وجايب بابا وقاعدين يعني فيه حتة كده في القصة مهمة جدا بتبان مدى تأثير هذا الشخص السلبي ومدى اقناعه بالكلام لما اكتشفت كل البلاوي دي عمل لها غسيل مخ انها تكمل شفت الكارسة؟ ازاي؟ يعني انت اخترت غلط خلاص واكتشفت بعد فترة معينة ان الشخص ده سيء جدا ونصاب فيه ناس بتعالج الغلط بغلط اكبر منه ان انا كمل في الغلط طب انت خلاص اكتشفت ده عودي مع باباكي ايه المشكلة باباكي كان مش مرتاح او مرتاح؟ هو مش هيلومك بس انت انقصت نفسك انت غرست نفسك اكتر اغلبية الستات المنصرية متبقاش عايزة خراب البيت وانه بنت تتربى بعيد وانه الناس تشمت فيه مش عايزة بقى مطلقة هو ممكن يكون استغل ده؟ هو استغل ده استغل ده اللي هو ايه اللي هو عارف ان هي لسه متجوزة فما ينفعش انها تطلق ممكن يكون على فكرة متصرع ان هي تبقى فيه حملة على اساس ان هي تمسك فيه اكتر وما تتنزلش عنه بسهولة طبعا طبعا لانها لو ما فيش اطفال طبعا حبيته اكتر لما عرفت ان احمل منه اه لو ما فيش اطفال هي ممكن تخرج من العلاقة بسهولة لكن هي فيه دلوقتي فيه طفلة فهو كان اكيد كان مسيطر على الحتة زي دين هو بقى فيه طفلة ليه بقى؟ عشان يقعدوا لها بنتك وحياتنا وما تسبيش الدنيا عشان يكمل مسلسل النصب اللي هو شغال فيه بدليل ان هو لما البنت تولدت ابتدى بقى دخلها في حتة تانية طبعا خد كل الفلوس اللي معاها وخد كل الدهب اللي معاها ورح مدخلها في حتة ايه تعالي بقى نعمل قرد بمئة ألف جنيه على اساس ان هو يكمل مسلسل النصب ومين اللي بتسد القرد دلوقتي؟ هي اللي بتسد القرد لأ دي تنازلات وتضحيات ملهاش لازمة